كمان النهاردة لازم احيي الدكتور أشرف صبحي النهاردة انه خلاص بعت موافقة رسمية على تقنية الفار لمدة ثلاث سنوات كاملة وتم تدبير التمويل الخاص بهذه التقنية من جانب طبعا اتحاد الكرة وعمل اسلوب رائع في التمويل اللي هما بيسميه البوقتي او يعني وطفر سبيء اسمه التأجير التمويلي ايا كان المسمى يعني ايه التأجير التمويلي ده ان انا بأجر منك سنة والتانية والتالتة السنة الرابعة بقت الاجهزة كلها ملكة عشر على عشر وتحية لللجنة الخماسية على هذه الافكار التنموية الرائعة تأجير تمويلي بينتهي بالبيع بيضمن ان تقول كل الاصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ عشان يبقى المشروع كله باصوله وكل ما انفق عليه ملك خاص الاتحاد الكرة يعني للدولة وده بيعظم الاصول الثابتة للاتحاد كلنا عارفين ان وصلتنا بفضل الله اربع عربات مجهزة بالفيديو اربع عربيات وصلوا خلاص مصر مجهزين بالفيديو وبالتالي كل المباريات ستطبق عليها التقنية محدش يقلق ومحدش كمان يقلق ليه لانه الاتحاد الدولي فيما يختص بتقنية الفار عشان يسمحلك بتطبيقها لازم تطبقها في كل المباريات يعني حتى من غير ما تدور جات كم عربية ولا التلفزيون هيبعد كم كاميرا ولا ائي ولا بئي لا اطمئن لا يستطيع اتحاد الكرة ان يطبق هذه التقنية الا اذا طبقها في كل المباريات وجات لنا الاربع عربيات يعني يغطوا كل المباريات تماما تماما حكام حاليا بيتدربوا على هذه التقنية في فندق موجود في مصر جديدة ومعاهم مسؤول اسباني من قبل اتحاد الدولي لكرة القادم حاليا طبعا بيبقى فيه دراسات موسعة جدا وتدريبات عملية على اعلى مستوى عشان حكامنا يبقوا جاهزين تماما للحكاية دي خلي بالك ان التقنية دي وان شاء الله هتنطبق هذه التقنية هتنطلق وتنطبق على الدوري بتاعنا اعتبارا من بداية الدور التاني بداية الدور التاني طبقت عندنا في لقاء الاهل والترجي التونسي في زهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 والطبقت كمان في لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في اياب نهاية كونفيدرالية 2018 وبعد مباريات كاس افريقيا للامم 2019 والطبقت كمان في مباراة دوري ابطال العرب بين الاتحاة سكندالي والاسماعيلي وهتطبق في المباراة الجاية برضو في دوري ابطال العرب يعني عندنا سوابق لها جيدة جدا وهتطبق كمان في مباراة السوبر بين الاهل والزمالك ان شاء الله في ابو ظبي في 20 فبراير المقبل نحن على اعتاب حاجة جميلة جدا 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 ان يبقى عندنا الفارو عندنا حكم بيعمل الحركة دي اللي قدامنا ويروح على المونتور وحكام مؤهلين تماما 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 في العربيات نهار ده شفنا هدفين اتلغوا في مباراة ليفر بول ومنشاة سرناتر دول اتنين طبعا كانوا ليفر بول ليه تقنية الفيديو عشرة على عشرة عشد قادل اسماعيل والاتحاد في البطولة العربية تم تطبيق تقنية ايضا الفارو بنجاح كامل وان شاء الله بهذه التقنية مش هيب عندنا صداع حكم ده ظلمنا حكم ده بيجي علينا احنا اكتر فرقة ظلمت احنا اكتر فرقة حسب لنا ضربات جزاء احنا علينا احنا مش عارف ايه كلام ده كله ان شاء الله سيبطل تماما عشان كده انا بقول هذه اللجنة المحترمة اللي بتدير اتحاده الكرة هيتحط في تاريخها باسماء الخمسة اللي موجودين فيها انه هم كان لهم الفضل بعد المولى سبحانه وتعالى في تطبيق تقنية الفارو في مصر اخدوا خطوات فعالة ومحترمة وجادة وموضوعية ما عادوش هلفطوا بكلام كتير لكن قدروا ان هم يحطوا قضيهم على امر كان بيعملين المشاكل كبيرة جدا وبالتالي يعني تحية ليهم انا عايز اقول اسمائهم الحياة هم الخمسة واذا انا نسيت حد اقولولي فودني طبعا العمر بيت جنيني رئيس الاتحاد طبعا او رئيس اللجنة نائبه الدكتور جمال محمد علي الكابتن الكبير محمد فضل طبعا الدكتور احمد عبدالله الطبيب الاسنان المحترم والدكتورة صحر عبدالحق هذه اللجنة الخمسية المحترمة التي تدير اتحاد الكرة حاليا بشفافية شديدة بعدل شديد وبفكر متطور وحققت في مدة قصيرة جدا ما عجز على تحقيقه في سنوات طويلة اخرين وكمان لازم نضيف ليهم المدير التنفيذ الرائع اللي عنده اكثر من لغة وليد العطار عنده لغات اجنبية بيتكلمها فاهم وواعي وكان هلفيت قبل كده بيحاولوا يقللوا من شأنه مما كان في لجنة طبعا شؤون اللاعبين وهو فاهم قدهم كلهم تحية ايضا للحياة كل التحية